وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الإخوة والطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من المنتدى السلفي وهذا هو أول منتدى لهذا العام نسأل الله تبارك وتعالى الإعانة وتوفيق هذا المنتدى اليوم بحول الله وقوته سوف يكون بعنوان التوحيد أولا التوحيد أولا هذا هو العنوان والتوحيد هو الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنسة فاعبدون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون والتوحيد من أجله أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب ربنا سبحانه وتعالى يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وقال الله سبحانه وتعالى إننا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين هذا يبين هذه الآيات الكريمات تبين أهمية التوحيد والرسل كلهم دعوا لهذا الأمر كما مر في هذه الآيات من لدى النوح عليه السلام كأول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث الشفاعة الطويل قال الناس يأتون إلى آدم فيقولون له اشفع لنا عند ربك فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فمن نوح عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا بتبليغ الناس التوحيد وإنذارهم عن الشرك بالله تبارك وتعالى التوحيد أولا التوحيد في اللغة من وحد الشيء إذا جعله واحدا وحد الشيء توحيدا إذا جعله واحدا وفي الإصطلاح هو إفراد الله بما يختص به إفراد الله بما يختص به من الربوية والألوهية والأسماء والصفات وهذه هي أقسام التوحيد الثلاثة لأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام وأهل البدع يطعنون في هذا التقسيم كالمتصوفة وغيرهم من أهل الضلال ينكرون على أهل السنة والجماعة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بيقول لك تقسيم التوحيد ده بدعة وأول من قسموا ابن تيمية هم كالضابين ساكت أول من قسموا ما ابن تيمية قسموا السلفزا كالإمام ابن مندة وابن خزيمة وكالإمام ابن جرير الطبري وبعد ذلك وغير من العلماء حتى جاء ابن تيمية وابن الغيم إلى أئمة الدعوة النجدية الشيخ محمد عبد الوهاب وغيره من الأيمن العلم فما أول زول قسموا ابن تيمية لكن لو افترضنا إنه أول زول قسم التوحيد لثلاثة ابن تيمية هل كده معنا بدعة؟ طيب كون الإنسان أو العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة ده ما جوابه شي جديد ما جوابه شي جديد عشان شنو؟ عشان الزول يقول يا أخي ده بدعة لا لأنه الكلام ده موجود في القرآن الدليل دليل الاستغرار والتتبع يعني العلماء تتبعوا آيات القرآن والسنة ويدوا إن التوحيد ما بيطلع من الأنواع الثلاثة دي كده يكون بدعة؟ ما بدعة إذا لو أنا ده قسمته هسه أنا أحتبرني أنا قسمت التوحيد إلى ثلاثة هل بدعة ما بدعة ليه؟ لأنه ما يجد بشي جديد يعني أسه أديكم مثال لو أسه أنا قسمت الحضور ديل قلت يا أخي الحضور ديل في ناس بنقسمه ليه؟ قسمين قلت في ناس لابسين جلاليب وناس لابسين بناطلين واقمصة هل كده أنا جبت حاجة جديدة؟ ما جديدة ليه؟ لأنه أنا حكيت الواقع فكذلك العلماء تتبعوا القرآن فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الثلاثة أقسام والأدلة كثيرة أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن دل على أنواع التوحيد الثلاثة ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين لتوحيد الربوبية الرحمن الرحيم لتوحيد الأسماء والصفات مالك يوم الدين أسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين ده توحيد الألوهية وكذلك يسمى توحيد العبادة فما بدا كون الإنسان أو العلم يقسموا التوحيد إلى هذه الأسماء الثلاثة كذلك في سورة ربنا تبارك وتعالى قال قل أعوذ برب الناس ده توحيد الربوبية قل أعوذ برب الناس ملك الناس توحيد الأسماء والصفات إله الناس ده توحيد شنو الألوهية وتوحيد العبادة فتقسيم التوحيد إلى ثلاث ليس ببدعة لو الزوال قال بدعة لو جاء زوال صوفي ولا غير من أهل الزيق والضلال أنكر علينا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة نقول له طيب هل عندك دليل من القرآن أو من السنة إنه عليه نواقض الوضوء ونواقض الصلاة مبطلات الصلاة شروط الصلاة واجبات الصلاة في دليل يعني الرسول قال شروط الصلاة تزعة أركان الصلاة أربعة عشر كده ما بين قال لا آية لا حديث بتقول كده لكن هل ذا بدعة هل كون العلماء قسموا الصلاة إلى أركان وإلى شروط وإلى واجبات هل ذا بدعة ما بدعة ليه لأن العلماء تتبعوا الغران والسنة فوجدوا أن الصلاة لها شروط كذا تزعة شروط ما بتخرج عنها وأربعة عشر رقل ما بتخرج عنها تمانية واجبات كذا فما بدعة فلو الزهل يقل لنا يا أخي تقسيم التوحيد لثلاثة بدعة نقول له طيب بكلامك دا تبطل تكسيم العلماء الصلاة إلى شروط وإلى أركان وإلى واجبات وغيرها وكذلك الحج تقول شروط الحج دي بدعة ها ومحظورات الإحران دي بدعة وكذا فهذا كلام باطل لا يستقيم فدليل تقسيم التوحيد إلى ثلاث قلنا إنو شو دليل الاستغرار والتتبع فالعلماء تتبعوا القرآن والسنة فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الثلاث ولا يخرج عنها في ناس ضلوا في الباب دا كالسرورية مثال زعيم التكفيرين يعني زعيم سيد قطب دا جاب توحيد ضاف لأكسام دي توحيد رابع سمعه توحيد الحاكمية دا شفت التكسيم دا الإضافة دي دا دا البدعة ذاته لأنه توحيد الحاكمية دا ما بيخرج عن توحيد الربوبية ولا يخرج عن توحيد العبادة فكونه يجي الزولد يفرد بأنوع رابع هذا من الغلو في الحاكمية لأنه نازل عندهم مآرب عندهم مآرب أخرى لأنه يكفر الحكام ويخرج على الحكام وكذا لذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال من جعل النوع الرابع من جعل للتوحيد نوعا رابعا توحيد الحاكمية قال فهو ضال هذا هو الضال ساكن خلاص فتا سيد قطب وغير من الإخوان المسلمين ضلوا في هذا الباب طيب أنواع التوحيد النوع الأول أو القسم الأول من أقسام التوحيد هو توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وغيرها من أفعال الله تبارك وتعالى فالإنسان يوحظ الله في الربوبية إذا أفرده بأفعاله وهذا النوع لم ينكره حتى المشركين الأوائل ما ضلوا في الباب ده ناس أبو جهل وأبو لهب وأمي بن خلف وعقبى ابن أبي معيط وغيرهم من الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم خلل في توحيد الربوبية الدليل ربنا تبارك وتعالى قال في الغرآن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ديال المشركين الأوائل هل خلقكم منه يقولوا الله عارفينه هل بيرزقكم منه المالكم منه الله ربنا قال قل حتاب للنبي عليه الصلاة والسلام يسأل المشركين يقول له قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ديال المشركين الأوائل كانوا يقرون بأفعال الله تبارك وتعالى يقولوا الخالق الله بروا الرازق الله بروا المالك الله بروا المدبر المحي المميت الله بروا ديال أدلة لكن تجي مشركين الزمن دا ضلوا في الباب دا الله ديال فاقوا المشركين الأوائل في الشرك والعياذ بالله مثال تجي للطرق الصوفية عندهم شرك حتى في الربوبيع خيل معي ربوبيع كان بغير ربيع ناس أبو جهل وأبو لهب نديك مثال في كتاب اسم ديوان علامة طريق لعبد الرحيم البرعي خلاص لعبد الرحيم البرعي بمدح في حسن وتحسونه قال حسن وتحسونه أب كم الفوق الكون متحكم حسن وتحسونه دا قال شنو متحكم في الكون يعني مالك الكون وده كل من الشرك ومن الكفر الما وقع فيه أبو جهل ولا أبو لهب دا قال حسن وتحسونه متحكم في الكون جاب تعل ختمية تعل ختمية قال الكون أعلاه أسفله قال في طي غبضتنا وكذلك نحن قال ماسكينا الكون هناك البرعي قال لك واتحسونه ماسكينا الكون خلاص قال ماسكينا الكون أعلاه أسفله في طي غبضتنا خلاص جاء بتاع القادرية قال الكون دا ماسكو لا ماسكو بتاعه واتحسونه ولا ماسكينا الختمية بل هم بالشكل الله أي واحد حاس دا التاني خلاص وكل كذب ساكت وافتراع على الله تبارك وتعالى بتاع القادرية في كتاب اسم الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية قال زراعي دراع دي قال زراعي من فوق السماوات كلها قد السماوات دي كلها قال بضراعها قال تحت الحوت قال أمددت راحته ذا حرجنا الي هدو بدتي حيت للحوت لا 몇 كذب دا يعني ماسكنا كده هذا قال كده في فهم قال أنا ماسك الكون دا كده هلالز الغلاعي قال من فوق السماوات كلها ومن تحت بطني الحوت أمددت راحته ذا قال لا أنا ماسكو نذهل كده الله قال الكوناو أعلاه بتاع الختمية اسفلوه في طي غبضتين جاء واحد تاني ده عبدالنحود نوردهم ذكروا في كتاب أزاهير الرياض قال الكون كله تحت غدمي يعني ده قال عافصنا كده ويكرعوا واحد قال لك لا أنا عافص ماسيكم كده وده كده وده كله كفر ولعياذ بالله كله كفر وكذب خلاص ات عارف المشركين الزمان المشركين الزمان كانوا عارفين ان المالك الله براه بس المالك الكون ده بيتحكم فيه الله بس عشان كده كان بحجوا وفي الحج عندهم تلبية بلبهم كانوا بقولوا شنو بقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بقولوا إلا شريكا هو لك لكن بقولوا شنو بقولوا عنده الله عنده شريك والعياذ بالله ده كفر لكن بقولوا الشريك ده هما ما عنده حياة الله بيملكه قال تملكه وما ملك شوه الكلام ده دير المشركين قالوا الشريك ده الله مالكه مالك الشريك ده وهو ما ملك أي حياة تملكه وما ملك ديال الصوفي أن يقول لك لا لا الكون ده ما الكنش يخلع ده كل من الكذب ومن الافتراء على الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى تحدى الخلق ديال كلهم تحدهم ما يخلقوا ولا يملكوا حاجة في الكون ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة فاطر ربنا قال يولجوا الليل في النهار ويولجوا النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك له الملك ده ربنا تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير الخلق كلهم حتى الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين ما يملكوا شيء ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير اللفافة حقة البلحة دي ما يملكوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فربنا في الآيات دي قال لك المالك الكون الله برعوه وما في أحد من الخلق بيملك شيء وللقت ميرضى ما يملكوه ربنا سبحانه وتعالى قال النازل كلهم فغراء كلهم يا أيها الناس أنتم الفغراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فالصوفية ظلوا في الباب ده في باب الربوبية قالوا إنه غير الله تبارك وتعالى بيملك كذلك قالوا غير الله بيخلق هذه الكذا في كتاب اسمه ليك سلام مني تعبد الرحيمة البرعي قال مصطفى عركينة مع ودعالي المكروم وتت الفلاتي القلب العود مفهوم العود قلبه مفهوم لو الكلام ده لو فسرنا برانا في ناس بيوتو بقولوا لا يا أخي تكذبين وما قاصد كده براه شرح الكلام ده في الهامش قال تت الفلاتي ده قال قال كان عنده زوجته قالت لده إرالي خادم قال للحوار ورحل الغابة خادم بكوسوها في الغابة قال لي شيء الفرر وشيل توب ورحل مشه معه فأمره أن يقطع عود على قدر قامة الإنسان قال لي أقطع لي عود قدر الزول قطعوا له قال لي قال لي قام لفاوه بيتوب بيتوب شايله وقال لي تنحى عني أبعد بعيد قال لي قال قال وأخذ سبحته يذكر الله بهم عالية ما في أي همة صوفية ده بذكر في الشياطين الصوفية ده والله يكلمك ما عندهم ذكر قال لي جلس قال يذكر الله بهم عالية والعود أمامه ده بذكر بتعينهم عشان كذا تلقى ليك الصوفي الدرويش الشيخ دق فيه مقرب يقول لي تقولي يهو يهو عشر ألف مرة تلقى بهوه والليل يهو 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 الله ينبع الليل كله خلاص قول لي قولي يا دائم 13 ألف مرة يحصل خمسة ألف العدد بفك بعد شوية بتفك كده الله ما دينها فالصوفية ده بذكروا في شياطين بس ما بذكروا في الله تبارك وتعالى فقال جلس يذكر الله بهمة عالية والعود أمامه قال بعد ذلك العود تحرك العود قعد يتحرك ده العود اللي قطعوا قطعوا الشيخ أسه ولفوه بيتوب بيتوب بتاعه ده قال فقال بخيتة 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 ثلاثة مرات قال طوالي بخيتة قامت ده العود خيل معي كلام ده والله شفت في توم وجيري ما بتلقى كلام زيدا حصل لقاك كلام زيدا ما في ياخ الله لو واحد كافر يبس الفاكير ولا شارون ولا يحا قل للشيخ ده قال العود ده قلبوا بخيتة وقل لك بالغت ياخ ما بصدق ياخ ما في كلام زيدا ما بصدقوا خلاص فقال قال لا بخيتة قامت طوالي قالت لنعم سيدي أنا بخيتة وسيدة وقام ساقل بيت طوالي الله ده كفر بالله الله ده كفر ربنا تبارك وتعالى الخلق من خصايص برهم ربنا قال ألا له الخلق هو الأمر وربنا أتحدى العباد كلهم بأنهم يخلقوا ضبانا بس ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمعوا كلهم الختمية والسمانية والنقشبدية والتزعينية والشازلية وغيره من أهل الضلال اجتمعوا والعالم كله اجتمع عشان يخلقوا ضبانا ما بيخلقوه الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حاق قدره إن الله لقوي عزيز فدى توحيد الربوبية ضلوا فيه الصوفية في حين إن المشركين الأوائل كانوا مقرين بتوحيد الربوبية طيب ده النوع الأول من أنواع التوحيد النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد العبادة توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة ويعني أفعال العبادة العبادات التي يفعلها العبادة كون الإنسان يفرد بها الله سبحانه وتعالى هذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة والعبادة هي اسم جامع كما عرفها شيخ الوسائي بتيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يعني الأقوال والأعمال الظاهرة زي الصلاة والزكاء والحج وغيرها الباطنة زي الخوف والخشية والرغبة والرهبة والإنابة وغيرها دي أعمال وعبادات باطنة فهذه هي العبادة طيب وكذلك ده شفت الموضوع ده موضوع توحيد الولوهية ده من أجل ربنا تبارك وتعالى رسل الرسل كله عشان الموضوع ده عشان كده الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ده توحيد الولوهية زال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليش نو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاقت لأن توحيد الربوبية الخلق غالب ما ظلوا في البابدة ما ظلوا الغالب فيهم ما ظلوا مغرين لله تبارك وتعالى بالربوبية إلا القليل الذي جحد ربوبية الله تبارك وتعالى لكنه في نفسه مغر عارف لكن زي ما قال ربنا وجحدوا بها واستيقناتها أشنو؟ أنفسهم ظلما وعلو فاستكبار ساكد أنكروا ربوبية الله تبارك وتعالى عشان كده الخلق منذ وقوع الشرك إلى أن تقوم الساعة مشكلة في إشنو في توحيد الألوهية هذا توحيد العبادة خلاص عشان كده الرسل كلهم جوا عشان يبلغوا الناس هذا الأمر عشان يبلغوا الناس هذا الأمر العظيم لذلك نوح عليه السلام لما ربنا تبارك وتعالى رسلوا ليشنو بعد حدوث الشرك لما انغاموا عبدوا خمسة أولي أو صالحين شفت عبادة عبدون خلاص في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في تفسير قول الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرى وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالة ابن عباس قال هؤلاء أسماء خمسة رجال صالحة من قوم نوح الخمسة رجال صالحين من قوم نوح صالحين عديل مو زي جماعتك لا صالحين عديل الله قال لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم قال لو نعملوا له تماثيل وأنصاب وصور الآن الشغل تطور تقالي ما فيه زمان كانوا بيعملوا تماثيل أنصاب وكذا هس في الصورة صورة فوتوغرافية كاك 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 صورة البرعي بيجاج السماني بيجاج الصايم ديمة تلقاين في الحفلات ما شفتها دا أول الشرك بدأ بشغل دا شفتها بتعظيم الصور دي ذات خلاص قال ففاعلوا ولم تعبد ما عبدوا في البداية صوروا بس الصور دي خلاص قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت لما نجيل ده انتهى ونسي العلم عبدت من دون الله تبارك وتعالى فأرسل الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام فده الموضوع شوف أي ذول داعية بدعوا وما بدعوا الناس وما بركز على النوع ده داعية بتاع ضلال الله لأنه في ناس كتار يقول لك نعم ندعو للتوحيد أها كيف يقول لك يا أخو الله ربنا خالق الكون وربنا رازق العباد وربنا مالك وكذا ويمشي منك خلاص دا بلف على الهم الذي بدور بلف وبدور ساي بغشي الهم والله لأنه الموضوع ده ناس أبو جهل وابو لاب ما لون عارفينه صعر المساء عارفينه كبيرا ديناكم على دينا فالموضوع الفيو المشاكل شفتها يهودا لأنه دا الناس واقعين فيه هالناس واقعين فيه الموضوع ده أغلب الناس ديل واقعين في الشرك بالله سبحانه وتعالى الشرك في العبادة أما الربوبية دي الناس مغرين بها الغالف هم مغر بهذا النوع لذلك تجد دعاة الضلال بيركزوا على توحيد الربوبية زي البلاغاتية ده بيجيك يكلمك عن النوع ده والله يقول لك يا أخي ربنا خالق ورازق والشجر ده خلقوا الله والكون ده كله خلقوا الله ومالكوا الله والجنة والنار خلقوا الله وبمشي ده زول المجرم والله ولا تلقاه أخو مسلم برضو بلفوا بدور لأنه لو جاء قال للناس أعبدوا الله براه وما تعبدوا معه الشيوخ جماعتك تاني ما بجيبوه في التلفزيون والله قل لله لا 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 زولة بفرتقة الهمة و ما زولتتها ما جايبين ما بجيبوه لكن لازم تعرف إن الموضوع ده ده الأثاس المن أجل ربنا تبارك وتعالى بعث جميع الأنبياء والمرسلين وقع الشرك في العبادة ذي عبادة الدعاء نأخذ أمسي لبسيطة خلاص ذي الدعاء الدعاء ذا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود حديث النعمان بن بشير قال الدعاء هو العبادة طيب إذا كان الدعاء عبادة فإذا الإنسان صرف هذه العبادة لغير الله يكون شنو يكون أشرك بالله تجد الآن الصوفية بدعو الناس إنه يعبد الشيوخ ويخلوا الله في كتاب اسم ديوان رياض الجنة ونور الدجنة تعبد الرحيم البراي عنده قصيدة يسمى إسماعيل الولي أول بيت أول بيت خلاص قال إنا بخطب في البلاد نزيله فقل يا ولي الله إسماعيل وده الشرك وده كفرياخ بدل تنادي الله قال لك نادي إسماعيل واحد تاني اسم المكاشف عنده قصيدة يسمى جل جلاله ده من دافئة في الشيوخ الله ده زول مجرم برضو في كثير من الناس يقول لك لا لا يا أخ الزول ده ما ما في عنده حاجات واضحة لا عنده جل جلاله إلا بعد ذلك تعيين كده ما بنكفرون هنا لكن حكم العام وكافر لكن في ناس بيكونوا جهال الواحد ما عارف غشاه الشيخ بس يقول لك تنادي الشيخ ده وتستغيز به وتقول المدد وكذا ما فيه حاجة في ناس بيضلوا الهمة دي زي محمد المنتصر وغيره بيجيك الكشف عنه بإذن الله تبارك وتعالى طيب فالذي يدعو غير الله هو مشرك كافر الأدلة ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ربنا سماو كافرين وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا هذا النوع الثاني النوع الثالث ونختم به هو النوع الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات يعني أن الإنسان يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وأن ينفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة توحيد الأسماء والصفات بيقوم عليه الأصلين دل نفي وإثبات نفي ما نفاه الله عن نفسه وإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه طيب ده توحيد الأسماء والصفات الإثبات يكون إثبات من غير تحرف ولا تمثيل ولا تعطيل ده الإثبات لأنه في ناس كتار تضلوا في جانبنا نحن إن شاء الله في الأسابيع الجاية وكذا بنتكلم لك عن الجانبنا لأنه الآن ناس محمد المنتصر في التلفزيون الجبهجية فتحوا لهنا الغنوات بيقوا يضللوا الناس من الجانبنا وبشككوا في عقيدة السلف الصالح في باب الأسماء والصفات يعاني يجيك في التلفزيون ويقول لك الناس يا الشبه والله كيف؟ النازل قالوا الله في السماء يعني كده شبهنا الله ده ما الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة في القرآن ربنا تبارك وتعالى قال أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر وربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى دي آية في القرآن لما نقول الصوفية بقعد كورك أوه لا لا ويتو كفار ليه؟ قلت الله على العرش استوى ده الله قال في القرآن لكن بتاع القادلية قال أنا وصلت لها الله عديل في العرش ها كيف؟ حل المشكلة معاه هناك تعلينا نحن قال الله قال وصلت كتابي تعال في وطأة الربانية قال وصلت إلى العرش المجيد بحضرة عندهم حيثهم الحضرة الإلهية بقبله الله بقوله والعياذ بالله هذا كفر كفر بالله تبارك وتعالى قال وصلت إلى العرش المجيد بحضرة فنادمني ربي حقيقا وناجاني فذا كل من الكفر ومن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وفي صفاته فطريقة السلامة في هذا الباب إن الإنسان يثبت ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل وأي صفة شوف أي صفة في الغران ده ولا في السنة واجب عليك تثبت ذي ما هي لو حرفت أو عطلت بتكون ضليت والله بتكون ضليت والباب ده حتى المشركين الأوائل ما ضلوا فيه إلا في اسم واحد اسم الرحمن مشركين الزمان كانوا بغروا بالأسماء وبالصفات بالصفات كلها بغروا بها وبالأسماء اللي أنكروا اسم الرحمن شاء كده لما أنكروا اسم الرحمن ربنا أنكر عليهم لما المشركين قالوا ومن الرحمن ربنا سبحانه وتعالى قال قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنة فانكر عليهم لكن مشركين الزمن ده فاقوا المشركين الاوائل في الشرك فعندهم شرك حتى في باب شنو الاسماء والصفات قلنا فاقواهم شرك في الربوبية صحا ما صح في الولوهية برضو فاقواهم شرك بيدعوا بيشركوا بالله في وقت الشدة المشركين الزمن ما كان عندهم شرك في وقت الشدة بيخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى كذلك في توحيد الاسماء والصفات اشركوا في هذا الجانب فمن المشركين ومن الفرقة الضالة من لا يثبت ولا صفة لله تبارك وتعالى كالفرقة المنحرفة فرقة الجهمية والله يشوف العقيدة بتاعة الناس الترابي دي برضو قريبة للجماعة دي انا قبل فترة هنا كنت بنغشليف واحد شعبي ده بن كيري الاسماء والصفات بن كيري قل له ربنا سبحانه وتعالى قال في الغرآن بل يدعهم بسلطتان قل لك لا لا مجازا ساكن الله ما لا هذه الصفة قل له ربنا قال إنه هو السميع البصير يقول لك لا لا سميع لا بصير فده كل من الكفر والإلحاد في هذا الباب فهذه النقاط التي أردت أن أتحدث قل صلى الله على نبينا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم نفتح الفرصة لأخونا نبيل نبيل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر